اهلا وسهلا بكم في هذه الدورة التعليمية لشرح تطبيق برنامج العلاوات مع الترفيات في البداية راح نستعرض معكم هذا البرنامج طبعا برنامج يتكون من عدة صفحات الصفحة الاولى اللي هي الواجهة الرئيسية الصفحة الثانية اللي هي الراتب طبعا يتكون من الاسم تاريخ اخر علاوة الراتب قبل العلاوة مقدار العلاوة الراتب بعد العلاوة تاريخ الاستحقاق وطبعا تاريخ استحقاق العلاوة التحصيل الدراسي والدرجة طبعا ممكن الدرجة هنا تكون مخفية طبعا عندنا هنا تنبيه وadore ملاحظات التنبيه أنه إذا استحق العلاوة المنتسب رح يطلع عنا تنبيه يستحق العلاوة وطبعا قبل شهر من استحقاق العلاوة رح يطلعين تمبيه قرب استحقاق العلاوة أي إن قريبا يستحق العلاوة وهنا عدنا ملاحظات تنبيهات خاصة بالقدم أو بكتب الشكر طبعاً هنا يقول لديه قدم ثلاثة أشهر أي أنه حصل على ثلاثة كتب شكر هنا لديه قدم واحد شهر أي أنه حصل على كتاب شكر واحد طبعاً الصفحة الثانية التشكرات العلاوات هنا لدينا المنتسب حصل على ثلاثة كتب شكر وهنا لدينا حصل على كتاب شكر طبعاً ممكن هنا قيس إذا حصل على كتاب شكر وطبعاً إذا نجي للغاتب وطبعا أكيد أنه تاريخ الاستحقاق رح ينقص من عدة شهر هنا نلاحظ أنه 17 أرضا 2020 إذا أخذ كتابيا مثلا 2 أكيد رح يصير 17 3 وطبعا هذا التاريخ أكيد يتأثر بالتشكرات ويتأثر بالعقوبات عدنا هنا عقوبات العلاوات طبعا عدنا أنواع للعقوبات عقوبة لفت نظر عقوبة انذار عقوبة توبيخ لفت نظر رح تكون تأخر العلاوة 3 أشهر عقوبة الانذار تأخر العلاوة 6 أشهر عقوبة توبيخ تأخر العلاوة سنة طبعا عدنا هنا مثلا بهاء إذا لاحظ أنه الراتب في صفحة الراتب نجي إلى مثلا بهاء ونلاحظ أنه يستحق علاوة حاليا لأنه بشهر التاسع يستحق العلاوة لو يجينا على العقوبات وبهاء وطينا عقوبة لفت نظر نلاحظ أنه تاريخ استحقاق العلاوة تأخر 3 أشهر وهكذا طبعا كل ما تزداد العقوبات كل ما تتأخر العلاوة طبعا نجي إلى العلاوة مقدار العلاوة طبعا عدنا العلاوة 1 العلاوة 2 مقدار العلاوات تكتب يدويا حتى تضاف إلى الراتب طبعا هذا فيما يخص العلاوات بالنسبة للترفيعات أدنا هناك الشهادة أدنا الدرجة الوظيفية وتاريخ آخر ترفيع تاريخ استحقاق الترفيع وعدنا تنبيه وملاحظات طبعا عدنا هناك الشهادة يعتمد على أساسها الدرجة والدرجة يعتمد على أساسها الترفيع طبعا في بعض الدرجات الوظيفية يتوقف الترفيع في الدرجة الخامسة وفي بعض الدرجات الوظيفية يتوقف الترفيع في الدرجة الثانية وطبعا على أساس التواريخ اللي هو تاريخ آخر ترفيع راح يتم إضافة الترفيع القادم طبعا تاريخ أو تنبيه للترفيع القادم وطبعا الترفيع هو أربع سنوات أو خمس سنوات على حسب الدرجة الوظيفية وطبعا هنا يطينا يستحق ترفيع في حال أنه لو استحق أو كان وقت الترفيع مستحق وطبعا قبل سنة من استحقاق الترفيع رح يطينا تنبيه قريبا يستحق الترفيع وطبعا هنا عندنا ملاحظات لكتب الشكر بالنسبة لتاريخ استحقاق الترفيع أيضا رح يتأثر بالتشكرات ورح يتأثر بالعقوبات التشكرات هنا رح تكون لمدة أربع سنوات كل سنة ما يتزاد على ثلاثة كتب شكر وكل كتاب شكر رح يقدم الترفيع شهر أيضا بالنسبة للعقوبات أيضا موزعة على سنوات الترفيع وكل عقوبة رح تأخر من الترفيع بطبعا مقدار معين مثل ما شرحنا بالعلاوات اللفت نظر رح تأخر ثلاثة شهر لإمذار ستة شهر والتوبيخ سنة طبعا مع معادلات تحسب المدة بشكل متكامل جدا طبعا هذه نبذة مختصرة عن البرنامج إن شاء الله في المحاضرات القادمة رح نشرح كيفية إنشاء هذا البرنامج من الصفر وبالتفصيل الدقيق نلتقيكم في المحاضر القادمة بإذنه تعالى